السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير يا رب تكونوا بخير وعافية زي ما شايفين عنوان الفيديو فطفضة بالسوداني هل البعد براه بعلم الجفا طبعا كلنا سمعنا انه البعد بعلم الجفا لكن في الحقيقة ما البعد براه بس هو البعلم الجفا في حاجات كتيرة تانية بتعلم الجفا القسف في المعاملة بتعلم الجفا القسف بين الاهل والحبان وبين الاصدقاء بتعلم الجفا الكلمة القاسية لما تسمعيها او تسمعها من صديقك او صديقتيك او جارك بتعلمك الجفا رد الفهل الغير متوقع كمان بعلمنا الجفا الزعل بكم يوم واحد يزعل منك كم يوم وكأنه بربيك بعلمك الجفا احساسك انه وجودك عدم وجودك ما فارق مع الناس الحولك والله كمان بعلمك الجفا تكرر مواقف الخزلان كل يوم والتاني بنقابل في حياتنا بتعلمنا الجفا لما صديقك او جارك او حتى زوجك او زوجتك تعصف فيك او تغضب منك وبعدها لا يكون فيما عليش والله ولا ما تزعل مني انا كنت مضايقة وعشان كده جيد عليك بيتعلم الجفا الكلمة لما انت سمعها من صديقك او صديقتك ويتوا قاعدين وست ناس وبالرغم انها شكل حزار كمان بتعلمك الجفا في حيات كتيرة بتعلم الواحد الجفا طبعا بالتأكيد ما حقدر اقولها كلها لكن اتركه في التعليقات اي شي ممكن يعلم الواحد الجفا على شان كده الكلمة الطيبة صدقة ونحاول بقدر الامكان نشيع الطيبة والكلمة الطيبة والكلمة الحلوة بين الاهل والحبان ذا كان الفيديو اليوم اذا حبيتوا نوع الفيديوهات اتركوا في التعليقات تحت عشان نواصل ولا نتوقف اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني والسلام عليكم وقعدوا بالعافية والصحة والسلام عليكم ورحمة الله